بعد تخطيها عتبة مليوني إصابة بفاروس كورونا تكشف هذه الجائحة العالمية كثيراً من الجوانب الأخلاقية والحضارية التي تعاملت بها الدول والحكومات والأفراد مع الأزمة فبدى واضحاً عز الحضارة المادية والقوة العسكرية التي لهث العالم كله خلفها أمام وباء كورونا جاءت التصريحات والمواقف معبرة عن الأزمة الروحية والأخلاقية التي يعيشها العالم المادي منذ أمد بعيد تصريحات بعض المسؤولين في دول عظمى كانت تدعو الناس إلى اليأس وانقطاع الأمل والرجاء في النجاة ودعت الناس في قمة الأزمة إلى الاستعداد للموت وتوديع الأهل والأصحاب وسمعنا عن دول تستولي على مساعدات طبية وأجهزة تنفس وكمامات كانت مرسلة لدول أخرى منكوبة لم يتسبب وباء كورونا بقتل وإصابة الآلاف من الناس حول العالم وشل اقتصاده فحسب وإنما أوجد سلوكيات جديدة تنتمي لأزمة القرصنة وعهود الاستبداد في القرون الوسطى وها هو الاتحاد الأوروبي تخلى عن إيطاليا في أسوأ أزمة تمر بها ليخبرنا عن تآكل الشعور بالوحدة الأوروبية والتضامل الإنساني بين شعوبها أفرزت لنا تلك الحضارة المادية التي ينظر إليها بعض العرض بعين الإكبار والإجلال مواقف بعيدة عن الإنسانية وتعالت الأصوات التي تقول إذا استمر هذا الوباء في أوروبا لعدة أشهر ستتحول كثير من دول القارة العجوز إلى عالم ثالث جديد وستتخلى عن كثير من قيمها الحضارية التي ظلت تتفاخر بها لعقود من المؤكد أن العالم عموما سيعيد النظر في كثير من المفاهيم والأفكار والنظم والقيم والمثل التي آمن بها فكورونا حط مغرور الإنسان بالحضارة المادية وبقدراته البشرية وأوجد كثيرا من التداعيات السياسية والاقتصادية وعاد ترتيب الأولويات ومن المؤكد أيضا أن وباء كورونا سيرحل في النهاية بيد أنه مثل ما أفرز سلوكيات وممارسات جديدة سيترك بلا شك آثارا وتداعيات مستقبلية أكبر مما نتوقع